بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نبدأ مع بعض شابتر جديد Introduction to Gears المين طبيكس أول حاجة Introduction ما تخل ثم Advantage of Gear Drives أو مميزات التروز ثم Disadvantages of Gear Drives أو العيوب ثم Types of Gears أو أنواع التروز ثم Terms used in Gears أو المصطلحات اللي بنستخدمها مع التروز بعد كده Forms of Teeth أو Profile بتاع السنة بدأ أسنان التروز بالطبع ثم Pressure Angles أو زاوية الضغط وأخيراً Velocity Ratio أو نسبة السرعة أولاً كIntroduction بنعرف إيه هي الجيرز Gears are used to transmit power from one shaft to another by means of toothed wheels يبقى الجيرز بتستخدم في نقل القدرة عن طريق toothed wheels أو الأسنان اللي موجودة عليها بالشكل ده هنا كده عندي الترس ده راكب على العمود هنا وبيبدي للترس الثاني اللي راكب على العمود الآخر والأسنان هنا في حالة تعشيق مع الأسنان بتاع الترس الثاني وده اللي احنا بنسميه positive engagement أو التعشيق الإيجابي بمعنى إنه واحد لو ضر منهم لابد إنه هو يدور التاني إجبارياً ده معنى كلمة الإيه؟ positive engagement الأدفانتجز بتاعت الجير درايفز أول حاجة بتنقل نفس نسبة السرعة بالضبط تاني حاجة بتستخدم في نقل القدرة بكميات كبيرة لما يكون عندي الأعمدة المسافة ما بينها صغيرة اللي هي المسافة دي مثلاً واللي يكون L بتنقل القدرة ما بين الأعمدة اللي المسافة ما بينها صغيرة لها كفاءة عالية في نقل القدرة بالطبع الخدمة يعتمد عليها بشكل كبير جداً وهنضرب مثال برضو على كده الجير بوكس بتاع السيارة الجير بوكس بتاع السيارة كل المطلوب مني تغيير زيت لي كل مسافة أو كل فترة زمنية ممكن تغصل لـ 2 years يعني كل سنتين مطلوب مني تغيير الأويل فقط أو تغيير الزيت أو المحتوى بتاعه فقط فما بيحتاجش إلى صيانة ولا هدك في عمليات الصيانة It has compact layout الحجم بتاع الجير بوكس بتاع السيارة أيضاً بيحتوي على عدة تروس حجمها بتشغل حي الصغير الجير بوكس كله بيشغل حي الصغير لكن الـ output منه ممكن يوصل لـ 6 speeds 6 سرعات أو ممكن يكون أكتر من كده كمان فحي الصغير لكن الناتج بتاعه كبير The disadvantages of gear drives أو العيوب أو المساوء بتاعة التروس Since the manufacture of gears requires special tools and equipment Therefore it's costlier than other drives مكلفة في عملية الإنتاج لكن بالطبع ممكن نتغلب على الكلام ده عن طريق الإنتاج النمطي أو standardization رقم 2 Erosing cutting teeth العيوب اللي ممكن تتواجد فيه الأسنان بتاع التروس التروس may cause vibration ممكن أنها تتسبب فيه الهتزازات والنويز during operation والضوضة أثناء عملية التشغيل بعد كده It requires suitable lubricant and reliable method of applying it for the proper operation of the gears طبعاً الجير بوكس بتاع السيارة أيضاً نرجع ليه تاني بيحتوي على زيت فبالتالي environment ما ينفعش أن التروس تشتغل في open environment فلابد لها إجراءات أو نتبع عمليات الصيانة اللازمة للحفاظ عليها نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله